موسيقى موسيقى أهلا بمشاهدي سيتي بي في كل مكان وبرحب بكم في حلقة جديدة من بيت على الصخر نقول إيه فترة الخطوبة؟ إيه الأسئلة اللي ممكن نسألها البعض وقت الخطوبة؟ إيه دا هي تحقيق يعني؟ لأ مش تحقيق بس في أسئلة كتير لو سألناها البعض بشكل صح وحصل ما بيننا تواصل هنفهم بعض أكتر هنكون في غنى عن مشاكل كتير ممكن تحصل بعض الجواز بسبب إن إحنا ما تعرفناش على بعض بشكل صح وقت الخطوبة الأسئلة في وقت الخطوبة بتخلينا نفهم الآخر معرفة الآخر عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة وسؤالنا ليكم إيه اللي بيسبق الأول؟ معرفة الآخر ولا حب لي؟ معرفة شريك حياتي؟ ولا حب لشريك حياتي؟ ولا اللي اتنين بيجبروا مع بعض وده مش هيجي غير بإننا نتكلم ونسأل ويكون في أمور واضحة ما بيننا أمور هعرف إنها هتفضل كده؟ وبالتالي يا أوافق يا أرفض وأمور تانية ممكن نتناقش فيها ونعرف مستوى المناقشة وصل لحد فين؟ ونعرف إن المناقشة دي فعلا هقدر نلتزم بيها ولا لأ؟ مشاكل كتير ممكن نكون قادرين يعني نتجنبها بعد الجواز لو إحنا استوضحنا الأمر بشكل صح وقت الخطوبة عشان كده النهاردة هنوضح مع بعض ونستفسر مع بعض ونسأل مع بعض إيه الأسئلة المهمة اللي لازم أسألها للشريك حياتي في وقت الخطوبة وأسألها إزاي؟ وافهم إيمانها سخلولنا نسألكم نهاردة سؤال حلقتنا إيه اللي بيزبق الأول؟ معرفتي لشريك حياتي ولا حب ليه؟ تعالوا نعرف أنت قلتوا إيه؟ ونرجع عشان نكمل حلقتنا السؤال اللي بقالنا سنين بنسألكم البيضة الأول ولا الفرخة؟ عرفنا علاقات كثيرة كانت نجحة جدا بالعقل بس وعلاقات تانية كانت نجحة جدا بالحب بس ويمكن العكس كمان فشلوا بالحب بس ويمكن فيه منهم اللي فشلوا بالعقل بس طب يطرق إيه فيهم اللي ييجي قبل التاني؟ الحب هو اللي ييجي الأول؟ الحب اللي من النظرة الأولى دوت هو أساس الارتباط؟ ولا أساس الارتباط المعرفة بشريك حياتك؟ وبعد كده ييجي الحب؟ ده كان سؤالنا النهاردة تعالوا نعرف كان رأيكو إيه؟ الحب الأول ولا العقل الأول؟ نمبر وان لازم يكون هو يكون حد بيعرف ربنا من قلبه وبيكون مش كفاية أنه هو يكون بيعمل أعمال كويسة بس مش بيروح الكنيسة أو مش بيتناول فأول نقطة يكون بيعرف ربنا حقيقي وبعد كده أشوف يعني يعني اللايف العادية بتاعته بيصحة إزاي؟ بيعمل إزاي؟ بيتصرف مع أصحابه إزاي وأهله؟ هو مش هينفع يكون مثلاً مش بيتيع والدي وأجي أقول لا ده معايا هيكون شخص مختلف مش هينفع يكون ما عندوش محبة لأصحابه وكده وأجي أقول لا أنا معايا حد تاني فلازم أشوف تصرفاته ومن شكله وحياته وكده أبتدي أحبه مش شرط إيه اللي يسبق التاني على عكس ما ممكن أنا مثلاً لو أعجبت بحد وشفت وشفته حد وزي ما بيقولوا الحب من أول نظرة يبقى ده حصل بس مع الوقت مثلاً في التعامل لما عرفها كويس أو كده هو ده اللي هيخليني أقرر ده ينفع ولا لا وعالعكس صحيح لو أنا مثلاً عرفت حد ممكن بعد كده يبدأ معايا يكمل حب أو كده وتوصل لحاجة يعني I think إن مش مش شرط إن حاجة تبقى الأول على عكس ما إن الاتنين بيكملوا بعض لازم نكون شايفين بعض في شغلنا عامل إزاي في حياتنا الاجتماعية عاملة إزاي في صرفنا عامل إزاي في بعض الناس تبقى شوية بخيلة وما بتحبش تصرف يعني لازم نشوف بعض كويس قوي في كل المجالات عشان القرار يحكموا العقل مع القلب مش أقول العقل يسبق القلب ولا القلب يسبق العقل الاتنين مع بعض بتتوازي وإن كان بالتسوي ده بقى كويس جدا أنا شايفة المعرفة يعني إن أنا أعرفه الأول عشان مش دايما النظرة أقولها بتتبقى صحي ممكن يعني أنا شفت حد واس مبعد إنه أعمل مواقف حلو بس هو في الحية ومش كده وبس عشان شفته بالمواقف ده شايفة يعني هي بتجي المعرفة الأول إن أنا أعرفه وبعد كده الحب يعني ورجعنا من التقرير وشوفنا إجاباتكم المختلفة على فكرة إيه اللي بيسبق الأول معرفتي للشريك حياتي ولا حب ليه ونهارده عايزين نركز مع بعض على الأسئلة المهمة أسألها للشريك حياتي عشان نعرفه بشكل صح مهمة جدا ده عشان نمنع حدوط بعض المشاكل الكتير إحنا في غنى عنها وبعد الجواز لما نخلص الخطوبة وندخل على الجواز بنشوف في مشاكل إحنا كان ممكن نعرفها من الأول ونقدر نكون بنتجنب المشاكل دي النهارده بشرفنا دكتور منال موريس المحاضر بمعاهد المشورة المختلفة منورنا النهارده يا دكتور بسي خالص عايزين نسألحك في الأول فكرة اللي بيزبق الأول معرفتي للشريك حياتي ولا حب ليه طيب خلينا بس نتفق في الأول أن الحب أنواع مش هو نوع واحد من الحب اللي بيبقى مع الشريك الحياة لكن أول حب بيحس بيه أي شخص وهو بيقدم على الخطوة دي بيكون الحب الرومانسي ده اللي بيخلي الإنجزاب يحصل ما بين اتنين فالإنجزاب ده مطلوب جدا طبعا لأنه أكيد العلاقة الزوجية دي مش بالعقل بس ومش بالقلب بس فمش هينفع نتجوز بعقلنا فقط وباختيار يعني يكون مظبوط قوي من ناحية التوافق وكل حاجة ويكون مفيش مشاعر أكيد لا يعني فالمشاعر أساسية والمشاعر الرومانسية بتاعت الإنجزاب الأولاني ده مطلوبة جدا جدا للفترة دي وللمرحلة دي في البداية دي في البداية لكن بعد كده لما نفهم بعد أكتر بيبان بقى هل فيه توافق ما بيننا فبالتالي الشرارة الأولى دي هتزيد بقى وهتتحول لنوع آخر من الحب حب الصداقة شوية إن أنا بعرف أتكلم معاه وبيسمعني والعكس بالعكس طبعا وإن إحنا حابين شخصيات بعض وحاجة أعلى شوية حابين عيوب بعض فاكتشفنا بقى الشخصية والباكتش دي على بعضها وبرضو لازالت مفرحة ولازالت مبهجة ليا وأنا يعني لسه متشجع أن أنا أكمل بعد معرفة أكتر عن الشخصية فده شكل تاني من الحب فدرجة يعني إيه أكثر نوتجن يعني يعني إحنا محتاجين أنه الأول يكون فيه الروحة اللي بنسمي يرقب بس ما نركزش على دي بس صح كده؟ بالضبط بالضبط لأن التعارف بعد كده ومعرفة الشخصية ومراجعة ما يسمى بنقاط التوافق ما بيننا في كذا حاجة يعني هو ده اللي في الآخر هيخلي هذا الحب بقى يستمر ويزيد ويتحول بقى لحب صداقة وده مطلوب في الجواز جدا وبعد الجواز بقى تيجي العشرة تدي نوع تاني من الحب وتيجي المسؤوليات اللي بنشيلها مع بعض شكل تاني من الحب برضو فيعني حتى لو المشاعر الرومانسية دي أخدت وقتها وخلصت ده مش معناه أنه مبطلة نحبه بعض لا بس بيبقى فيه أشكال تانية من الحب يبقى الاتنين مع بعض ما فيش حاجة اسمها ده الواحد وده الواحد لكن اللي بيسبق لابد يكون الرومانسي الأول عشان الانجزاب الأولين الانجزاب الأولين والمشاعر الأولى ولكن مهم إن احنا نتعرف على بعض أكتر بيحصل بقى حاجة غريبة مع إن المهم نعرف بعض أكتر مش عارفين نتكلم في إيه يعني مع إن المفروض إن احنا بقى نتكلم علشان يعني نستوضح بعض الأمور وناخد ونزي مع بعض فالناس بتفتكر هنك هنعمل تحقيق يعني فيعني هل في إيه أهمية أصلا يكون في أسئلة ما بيننا وشكلها يكون عامل إزاي يعني أخوة بس خلينا برضو نفرق ما بين نوعين أو شكلين للارتباط فيه اتنين بيرتبطوا هما بيكونوا أصلا على معرفة ببعض وفيه جواز تاني لهو بيسموه سلونات أو إنه حد يعني بالقصد بيتعرف على حد ما عارفوش خالص من قبل كده فدول برضو يعني لازم نحطوهم في بالنا وإحنا بنفكر في إجابة السؤال المهم ده لإنه حتى وإحنا عارفين بعض كويس هل ما عندناش أسئلة لو إحنا قررنا نرتبط لو إحنا كنا زملاء أو أصدقاء وبقالنا حتى من نفس العيلة وهنرتبط لا محتاجين نعرف شوية حاجة طبعا لإنه العلاقات بتختلف في اللي أنا منتظره منها الزواج بيبقى دايما فيه توقع عندي لما رتبط إن الشخص ده هيقوم لو أنا الست يبقى أنا متوقع إنه هو هيقوم بدوره كرأس للأسرة وهو هيبكون متوقع إن أنا بعرف أكون معين ليه أو ده المفروض يكون محطوط في البال فوارد إنها يكون اتنين عارفين بعض كويس الشخصيات مرتاحة مع بعض تمام بس هل أنا رجعت نفسي بقى لإنه في الجواز هيبقى أنا طالب منها إنها تكون معين وأنا طالبة منه إنه يكون قائد قائد زي المسيح بقى مش قائد طبعا مسيطر ويعني أنا وقع تحت سلطانه يعني فدي مثلا حتة متوقع أنا كمان منه إنه هو يسدد احتياجاتي كزوجة أنا عندي احتياجات نفسية فأنا متوقع منه إنه هو يسمعني متوقع منه إنه هو هيكون دعمني ماديا حتى لو أنا ما شغلتش متوقع إخلاصه لي على كل المستويات متوقع إنه هو يديني مشاعر فأنا عندي توقعات تخص احتياجاتي النفسية فهل هو بيعرف يعمل ده أنا متأكدا إنه أنا مش هأحبط في الحكاية دي وأنا كمان مفروض أكون جاهزة إنه أنا برضو هو يكون يلاقي عندي التقدير والإعجاب والمشاركة الاهتمامات وشوية احتياجات كده تخص الرجل فحتى لو اتنين يعرفوا بعض محتاجين بس يتأكدوا إنه هم الاتنين يعني بمعنى جاهزين للجواز جاهزين يقوموا بدورهم كزوج وزوجة يمكن تكون فترة الصداقة الطويلة بس ما فكرناش نتكلم عن وحنا عن ربي عائلنا إزاي هو مثلاً على الفكرة يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمة برغم المعرفة أحياناً لما بقى يحصل زواج حاجات تظهر ما كانتش متوقعة فممكن يكون أنا كنت أصلاً بشتغل وهو عارف إن أنا بشتغل لكن يكون هو مفضل إن امراته ما تشتغلش بس ما تطقشتناش في الحكاية دي ما حطناش الحكاية دي يعني بالنسبة لشغري أنت شايف إيه ففي حاجات هعوز أعرفها بقى إن هو يقدر يقوم بدوره كزوج وهو يعرف عني إن أنا أقدر أقوم بدوري كزوج أجايز أكون أنا حد قوي بيعرف يشجعه وبيعرف يدعمه بس مثلاً ماليش في مسئولية البيت خالص ما بعرفش أدير البيت خالص وبقى دخلت توقع إن هو هيساعدني بس هو مش بيساعدني أنا ما سألتش بالزبط أنا ما سألتش وهو ما شواخد بقى هو فاكر إنه لأ ده بادي فولت كل الستات بتعرف تدير البيت كويس قوي ده بالذات بقى لو أنا عندي أم قديرة في الموضوع ده هوت يعني فلا يعني ما فيش مشكلة يعني دي حاجة مش هعوز أسأل عليها أو يعني هعوز أعرفها عشان أنا صح فعلاً الموضوع مش محتاج ياخد شكل تحقيق حقيقي بس هو محتاج إن أنا أكون إيه عيني فوز تراسي حاجات عن طريق الحوار جايز حاجات عن طريق تصرفاتها تحصل حاجات تخص ناس تانية أو أحداث تانية في الحياة بنتكلم عنها كل حاجة بالنسبالي محتاجة إن أنا أبقى بستشف منها من هو هذا الشخص وهل هو ناضج بالكفاية إن هو يقوم بدوره في الزواج الله صمم الزواج إن إحنا نعمل معا كفريق فكل واحد له دوره ولا أنا مثلاً بنت جدعة ومديرة في مكاني وشخصية يمكن جيناتي تعميل للقيادة فلما عنديش مشكلة إن هو يبقى معتمد عليها في كل حاجة لا مش هقدر أكمل حياتي الزوجية بالمنظر ده مش هقدر أنا أقوم بدور القائد على فكرة يمكن إحنا أصدقاء وإحنا زملاء خدمة كان تمام لكن في الجواز محتاجة بفاهمة بقى إيه اللي مطلوب في الجواز ده شكله إيه بالزبط مش أي اتنين عندهم مشاعر مش أي اتنين يعرفوا بعد كويس هيبقوا نكحين كزوجين لا في حاجات عن الجواز لازم أتعلمها وفهمها أنا مطلوب مني إيه وهو مطلوب منه إيه وإحنا جاهزين لده ولا لأ ويعني فكرة قبل ما نتناقش سوا فكرة الأسئلة اللي هتتسئلة أو المواضيع اللي هنفتحها مع بعض فيه بس نقطة تانية فكرة أنه أنا دايماً بحب أبان مثالي مش هقول بخبي أو بكدب يعني هنقول هنفترض أن أنا عايز أبان أن أنا حلوة وكويس تقول لهم إيه في الحالة دي إحنا محتاجين وقت بقى لأنه طبعاً الاستعجال في الأمور دي هو عادةً المسؤول الأول يعني مش المسؤول الوحيد بس المسؤول الأول عن المفاجآت بقى اللي بتحصل بعد الجواز فإحنا ساعات بنبقى مستعجلين بنختزل الأمر وأسمع عن جوازات تتم في شهرين من حد ما عرفوش أصلاً قبل كده حتى مش كمان بس يعني مش عارفاه ومحتاجة أفهم هو جاهز كزوج أو زوجة أو لا لا ده حد ما عرفوش خالص وتمام يعني الدنيا كويسة فخلاص تمام وهو مستعجل فليماً ما ننجس الموضوع لا بالعكس دايماً لما يجي حد يتقدم لبنته ويبقى مستعجل أنا محتاجة بالعكس أطول عن العادي اللي أنا أطول فيه لأنه الاستعجال عادةً برضو مش بنعمم بس عادةً يكون ورا حاجة مش صحية يعني مش يعني محتاجة أنها تتفهم وتتعرف بس شخص ده لسبب أو لآخر مش عايزها تتعرف فبيستعجل مثلاً حاجة مقلقة فعلاً بتبقى حاجة مقلقة فما فيش حاجة اسمها أنه أنا عرفته وفهمته في شهرين لأ طبعاً لأ طبعاً فلنقطة الوقت نقطة مهمة بيبقى فيه مؤشرات الحقيقة بتبان عادةً يعني عادةً يعني نوادر لما نقول أنه فيه مشكلة ظهرت بعد الجواز ما كانش ليها أي مؤشرات لكن فيه مؤشر بس أنا ما حدوتوش في اعتباري فيه مؤشر عن حد مثلاً طول الوقت هو بيخبي عنه عني الموارد المادية بتاعته مش موضح لي أي حاجة تخص الدخل بتاعه الحتة دي ما عنده حقي أني أعرف هو دخله كام لكن هو في الحتة دي مش عايز يقول أي حاجة وأنا حد كريم ومن عيلة كريمة فما بسألش فطبيعي بقى أنا أنا أتفاجئ بعد الجواز أنه يميل إلى البخل أنه هو فيه حتة مؤثر على علاقتنا أنه هو مش منفتح علي بالكامل وأنا معرفش حاجة عن دخله وجام مش عشان خاطر أديقه في شيء بس أنا وهو واحد فمفروض أن أنا بقى فاهمة مثلاً يا فعادة عادة فيه مؤشرات بس إحنا بننحيها جانباً يعني مش بنديها عشان كده ما كنت بقول من شوية لا لازم عني نفوز تراسنا وكل حاجة بتحطي تحت الفحص لحد ما أخد وقت وطمن خالص حتى لو اكتشفت عيب أوكي لو أنا هو في قدرتي على التكيف بس أنا بقى بشايف قدامي أبقى عارف أنا رايح فين يعني فالطريقة دي في التفكير في الارتباط بتخلي المفاجآت اللي ممكن تحصل بعد الجواز أقل كثيراً يعني والمفاجآت هنا مش يعني ممكن مش دل تعبير السليم بس هي الفكرة أنه مهما أعطت أتعرف على حد مدة طويلة لابد في حاجات ما بتبقى نشغير لما بنبقى عايشين بقى الحياة كلها مع بعض بس على الأقل المشاكل بتبقى أقل بتبقى طبعاً أو حلها أفضل بالزرط لكن لما أنا أشوف مؤشر معين وقتا جاهله وساعات بيبقى في حاجات يعني بيحضرني برضو أمثلة يعني حاجات بشكل عكسي يعني مثلاً من الحاجات المهمة اللي أنا أفهمها عن الشخص المتقدم لي وهو يفهمها عني علاقته بأهله شكلها إيه؟ علاقته بمامته وببابا وإخواته شكلها إيه؟ أحياناً يبقى فرد من العيلة دي طول الوقت هو صامت يعني كل ما يبقى فيه تجمع عائلي أم قاعدة ملائك ما بتنتقش ما بتتكلمش فهل ده معناه أنه أنا كده فهمت حاجة عن العلاقة بتاعتهم وما فهمتش حاجة بس أنا ممكن أفترض بقى بيني وبين نفسي الدنيا تمام بسيما ما شفتش تعاملات أنا ما شفتش تفاعلات فأنا لسه معرفش حاجة الحتة دي مجهولة بحط الحكاية دي في بالي أن أنا بحتاج أشوف هعمل فيها إيه يعني هتدخل بشكل ما عشان أشوف تفاعل معين هبقى بسأله أكتر هبقى باتعرف عليها لوحدة هي أكتر يعني فساعات برضو لكن أنا لو أخدت الموضوع كده هو بشكل استعجال خلاص تمام بتتكلمش خالص طب ما أنت معرفتياش فالسوف اللي كان بيقول تكلم لكي أراك فبعد بقى الجواز طلعت حد متدخل وحد يعني ابنها ما بيعرفش يقول لها لأ خالص مثلا أو بنتها أو كده طب وده كان فين فمش هنقول ما ما فيش مؤشرات لأ هو فيه كان مؤشرات بس أنا ما كنتش يعني في حاجات كتير في الوقت التعارف والخطوبة إحنا بنعديها ايه فعلا عشان كده محتاجين يعني الفلتر مع حضرتك ايه الحاجات المهمة اللي لازم نتكلم فيها مش شرطة حتى بالأسئلة يعني بعتقد أنه هي مش موضوع أسئلة على قد حدريك قلت يعني كلمة جميلة فحصة يعني بشوفها في تعاملات باخد بالي بينها في طريق التعامل باخد بالي بينها في حاجة في اجتماعيات معينة فإيه النقاط اللي لازم أخلي بالي بينها بالضبط أنا محتاج أعرف مين الشخص ده طبعا بداية لازم ناخد بالنا من حكية نقطة التوافق دي أنا عايز أتأكد أن الشخص ده لأنا حصل إنجزاب ومشاعر رومانسية نحيته أو نحيتها عايز أتأكد أن الشخص ده متوافق معايا يعني ايه متوافق معايا فيه كريتيريا محددة شبهي يعني موافق معاني شبهي قريبين من بعض روحيا فكريا ثقافيا اجتماعيا ماديا خمس محاور بنحتاج أن الفروق بيننا وبنبعض في الخمس محاور دول ما تبقاش كبيرة يعني ينفعش يبقى فيه اختلاف كبير اه بطبعا أكيد مش هنلاقي تطابق ده مستحيل ولو فيه تطابق على فكرة مش يحصل إنجزاب أصلا والإنجزاب بيحصل للمختلف عني لكن هنلاقي بس المسافات قريبة مش حد جاي من عالم غير الآخر يعني والدارسين يعني قالوا حتى لو فيه واحدة منهم فيها شوية اختلاف كبير يكفي إنها يكون يعني حاجة واحدة ما يكونش يعني ما يكونش كل الحاجات ما يكونش مثلا ثلاثة أربعة نقطة من نقطة طوافق دول فحد أنا مثلا ما بتعمقش كتير في الأمور وهو أوفرثينكر مثلا طبعا هو أنا كل ما ييجي بقى هو يتكلم ويحلل ويعمل لاب أنا مش عاجبني الحوار فده اختلاف فكري رهيب اختلاف الفكري بيجي مثلا كمان في اختلاف أهداف الحياة فأنت بتفكر في حياتك في المستقبل ازاي يعني طبعا الخمس نقطة دول ازاي بقى ممكن نسأل عنهم ده ممكن نفكر فيه يعني وإحنا بنتكلم يعني فحتة زي إن أنا أعرف هو بيفكر ازاي بيفكر بقى هو في حياته في مستقبله ازاي ده السؤال مهم يتسئل انت شايف حياتك ازاي انت مثلا بتفكر تهاجر بتفكر تعمل مشروع وتسيب وظيفة لو انت في وظيفة بتفكر في حياتك في مستقبلك ازاي حقيقي فدي مهمة جدا طبعا إنها تكون واضحة يعني خلي بالك هم نتكلم على توافق فوارد إن اتنين يكونوا متوافقين بس هما الحتة دي عموما ضعيفة عندهم هما الاتنين بمعنى تنين ما معرفش بقى ما ربنا يقودنا ما عنديش فكرة معينة لو هي زيه مش هيحصل مشاكل لكن هي حد عنده أهداف لحياته حد ما بيفكرش مش متناول الحياة بالمنظر ده اللي هي زي ما تيجي الأحداث أتفاعل معها لأ أنا حد بيخططه بيرزم لحياته هلاقي لأن الشخص ده مش مناسب بالنسبالي في حتة فكريا يعني بتبقى بينة بقى سهل ده أنا عرفها في الحوار لو سألت سؤال زي كده لو شفته هو بيعلق على مستوى الأفكار على أي أحداث إزاي في الحياة يعني ممكن نمسك أحداث في حياتنا ونتناقش فيها وده بيشوف المستوى الفكري بتاعنا متقارب وبتدي بنفسي عشان الحوار ما ياخدش فعلا شكل تحقيق فأنا حصل معي مثلا مشكلة كبيرة جدا عرضة في الشغل أو مشكلة ما في الشغل على التفكر طب أنا ممكن نسيب وأخلص بس أنا رجعت قلت لا أنا عجبني الشغل ده وأنا عايز نفسي فيه فأنا مش همشي مثلا فجايز أتفاجئ بيه بيقولي بصراحة أن اللي كنت مكانك كنت عملت عليها وغطيها كنت مشيت ولا كان هميني فأنا أقول له بس أنت هتبتدي من جديد في حتة تانية أنا بقالي مثلا خمس ست سنين في المكان ده لو مش مهم هلاقي فيه إيه حاجات بقى تخص الأمانة مثلا حاجات تخص الاستقامة فكل واحد عنده طبعا لتركيبة القيم بتاعته وبتاعت شخصيته بتبان بقى بتبان لما نتكلم ونعلق على مواقف معينة أدقنا في نفس المواقف بيكون إزاي لو إحنا خارجين برا هو بيتعامل إزاي مع الشخص اللي بيقدم لنا الطلبات بيتعامل للناس إزاي مع ناس قاعدين جميلة مثلا صوتهم عالي مثلا يعني في كل المواقف دي محتاجة أخذ منها داتا مش مجرد إنه هي داتا بتدل على الشخص ده مين وأشوفه بقى أنا شبهي ولا لأ طيب واجتماعيا بقى يا دكتور كثير منشوف إنه مثلا مشاكل بسبب الأصحاب منشوف مشاكل بسبب إنه اجتماعياتنا مع أهلنا منشوف مشاكل بسبب العلاقات يعني مستوى القرب يعني حد نظرته للصداقة إن صديقي ده صحبي قوي وممكن أقول له حاجات تخص بيتي وممكن يكون الشريك الآخر فاكر لأ لأ ده الصديق ده بعد الشريك الحياة في بعض الأفكار اللي بتبقى مختلفة ما بينهم إزاي يقدر أكشف الحتة دي أوكي طبعا اجتماعيا التوافق الاجتماعي معناها إن بيوتنا زي بعض فإحنا نشقتنا في حي متقارب في إدارة بيتنا زي بعض كل حاجة ما يخص البيت شبه بعض بيبان قوي لما الأسر بتتقابل بيعرفوا يتكلموا ماما وماما بيعرفوا يتكلموا وبابا وبابا بيعرفوا يتكلموا ولا كل واحد برضو حاسس التاني جاي من كوكب آخر أو بالذوق بيحصل فعلا فدي حاجة فيما يخص الصداقة طبعا لو أنا لقيت إنه حاجة زي المثال اللي حضرتك قلت له ده هو وانا لا أنا مش عايزة يكون فيه القرب دو طبعا دي نقطة مهمة هترحل المناقشة مش هقول أصل الصح كذا الأحكام دايما مش طريقة حلوة في الحوار فأقول أنا بالنسبالي هتكلم عن نفسي أنا بالنسبالي عندي كذا واحدة صاحبتي بس الحقيقة متهالي بعد الجواز مش هيكونوا هم أصحابي الأوائل وهسكت عشان أدي فرصة بس اللي قدامي إنه هو لو هو ناوي إنه هو يحكي كل حاجة لأصحابه وبيقول لي دي بيتجمل بقى زي ما أنت كنت بتقولي من شوية هيبان هيبان مع الوقت هلاقي إنه ده ما حصلش وهتوقف عشان أنا أدرس الموضوع ده مع نفسي ويفي أنا ولا هارف ولا مش هيناسبني ويرد إنه هو يكون بيحكي لصاحب واحد ومع الوقت أنا تعرفت أكتر على صاحبه ده فلقيته يعني تمام ما عنديش مشكلة وجايز أبقى عندي مشكلة فالحد فين هي أنا مش قادرة أتكيف مع حتة ممكن تكون ضعيفة عنده جميلة أوي النقطة دي وعشان كده بعد الفصل عايزة تناقش مع حدريك في الرقطة بخصوص الجزء ده لأ أحنا أنا يعني هاخده بس هغيره يعني أنا بقى اللي هغير أفشا طريقة في التفكير يريد نفهم ليه وإزاي ممكن أشتغل على نفسي في النقطة دي بعد الفصل نروح فصل ونكمل حلقة مهمة عن فكرة الأسئلة اللي المهم نسألها وقت الخطوبة وإحنا بنتواصل مع بعض عشان نعرف بعض أكتر نروح فصل ونرجع نكمل حلقتي ورجعنا من الفصل ونتكلم النهار ده عن فكرة الأسئلة المهم نسألها لبعض وقت الخطوبة ومنكلم دكتور منال عن نقطة مهمة جدا قبل الفصل طرحناها فكرة أنا خلاص أنا هاخده كده وهغير ولما بكتش في حاجة وفيها تبقى حاجة قوية بس معرفش ليه بيكون في ذهننا في الوقت ده لأ أنا هقدر أغيره ليه بيحصل ده وإزاي يشتغل على دي طبعا يعني في الخطوبة أو في الارتباط يعني الفكرة دي مش صحة خالص خالص أنا محتاجة أشوف الإنسان ده هو أنا على حقيقة وعلى قد ما أقدر أكتشفه وأحدد إذا كان مناسب ولا مش مناسب طيب ممكن يكون هو عنده حاجة هو نفسه بيقول أنا عايزة تغير فيها تمام بس مش قادر أعمل حسابي على كده أنا محتاجة أعمل حسابي على الأسوأ خالص فأي الأسوأ خالص لو ما قدرش يتغير أنا هقبل عيش كده وهعرف أتعايش بطريقة دي ولا لا بالزبط والسبب البسيط يعني حكتين أولا ما حدش فينا يقدر يغير حد إحنا ده نؤثر في بعض ربما نؤثر في بعض إن إحنا نحفز الآخر ده إنه هو ياخد خطوات أفضل في حياته بشكل عام لكن ما عنديش القدرة إنه أغير حد دي حاجة الحاجة التانية التغيير صعب مش بالبساطة مش سهل خالص لما نيجي في الجواز مثلا في حاجات أصيلة في شخصية الرجل وحاجات أصيلة في شخصية نفسياتهم يعني الفروق النفسية اللي ما بينهم فلما نيجي نقول للراجل أنت محتاج لما هي بتكلمك في مشكلة تسمع لمشاعرها وما تستعجلش بالحلول وهو عايز يعني يسعدها وعايز يبقى حاضر لها بالمنظر ده بيكتهد جدا بس مش بالسهولة مرة يعملها صح ومرة يعملها غلط لأنه حده عايز يغيارها فيه إنه هو يبتدي يفكر بطريقتها هي ويبتدي يتفاعل معاها على مستوى المشاهل مش كله نصايح وحلول للمشاكل مثلا فالتغيير مش حاجة سهلة ومفروض إحنا كلنا عارفين كده حتى عن نفسنا عايزين نغير حاجات فينا ونجتهد في ده بسي ما نعرفش هنتقدم بحجم قد إيه وبعد قد إيه فمقدرش أنا خالص في الجواز مهما كانت إنه فعلا صادقة وموجودة ومتاح إنه هو هيشتغل نفسه في حاجة أنا مش عارفة تكيف عليها أو العكس مش قدر أعمل حسابي على كده لو قدر أتكيف عليه هو كده خلاص فدي نقطة مهمة جدا يعني فكرة التوافق المادي بقى لو نتكلم عن التوافق المادي نتكلم عن الشغل نتكلم عن الدخل نتكلم عن الأهداف برضو والتموح وأهداف نحن الاتنين شغلي أنا كمان كزوجة كل دي أمور أقدر أتكلم فيها ساعات البنات بنتكسف شوي تقولي أنا هكسف أسأل عن الدخل هكسف أسأل عن شغله أنا هكسف أسأل عن هيوافق على شغلي لا هو كده كده أكيد هيوافق التوقعات اللي حضرتك إزاي ممكن نعمل ده احنا يقدرش ان يتجاوز كده احنا مش عارفين حاجات كتير وفيه امور كتير مجهولة اولا انها تبقى عارفة داخله ده حقها مش مسألة انها يفهم ان انا استغلالية او مادية لا يعني هو هشرح له انا قصدي ايه لو هو يفهمني غلط اوضح نفسي ولو مصر يفهمني غلط هراجع الاختيار بقى من اصله فما نبقاش حساسين لانه ده حق وانا طالما بسأل بشكل لطيف ومش متداخل فما فيش مشكلة وبسأل برضو في الحتة المادية بالذات بسأل في الوقت المناسب وخلينا نقول يعني انه لما بيجي ولد يتقدم لبنت هو من المفروض من الاساس ما يستناش لما تسأل المفروض هو اللي زي ما بيقول انا بشتغل الشغلانة الفلانية انا عندي شقة في المكان الفلاني او عندي فلوس احجمها كذا عشان بفكر احنا مع بعض نجيب شقة يعني في حاجات محتاج يبقيلها من الاول انه هو جاهز على المستوى دوت على المستوى المادية والمهنية للارتباط فما يستناش انها تسأل طبعا يعني بس لو هو ما قالش من حقيقة اسأل لانه مجرد انه ما قالش ده يعني ده فيه يفصل حاجات في شخصيته فانا عايزة فهم شخصيته واسأل كمان انا منفع يعني رأيك ايه في شغلي انا كزوجة اسألت دي اه طبعا مهم ان انا افتح النقطة دي حتى لو انا شايفة فوقت الخطوبة مش معارض اه احتياطي اه احتياطي احتياطي لانه الناس مش بتبقى قصد مش كلهم على فكرة بيبقوا قصدين يخبوا ولا يتجملوا اه بالزبع فيه ناس بتبقى متصورة انه يعني عادي هتقول لا ليه يعني ما بيقوش عارفين انها حاجة تفرق معايا صحيح الحتة التوافق المادي كمان فيه نقطة مهمة انه طريقتنا في الصرف واحدة يعني مش لازم يكون داخلنا متطابق او يعني مش دي النقطة الاساسية بس لما هنازل نشتري حاجة احنا نشتري حاجة بنقيمها بنفس طريقة الحاجة اللي هي دي اللي انا هقول عليها لا دي متستهلش تبعناها هو برضو هيشوفها كده عشان لو مش هيكون ده حاصل هنبقى بنختلف كتير جدا في حد يجي يقول مثلا انا بحس ان هي بتصرف قليل قوي على لبسها وهي ممكن يعني تجيب من حتة اكتر ونصرف اكتر في الحتة دي تقول لا انا كده وبتنا كده وانا متعودة على كده وانا شايف ان انا كده كويس فهتلاقي هتقب هو هيعوز يروح يجيب لبس من حتة معينة هتجي تقول له لا ده مثلا غالي بزيادة ففي حتة بتبقى شائكة في الحياة اليومية بعد كده ما بتبانش خالص وقت الخطوبة فمهم ان يبقى عندنا عليها ففكرة ان احنا علاقتنا بالفلوس واحدة لو في حد مثلا الفلوس بالنسبة له تي حاجة مهمة جدا وان هو يكون يعني فلوس ومثلا بزنس بنتي حاجة مهمة قوي لازم انا كمان تكون عندي نفس الاهمية مبقاش انا حد بقى زاهد وحد عشان ما نختلفش بعد كده هي مش فكرة مين صح ومين غلط صحيح في حاجات ما بقاش صح وغلط في حاجات فيها احنا متوافقين فيها دي نقطة مهمة قوي وبرضو يا دكتور في حتة الماديات مين هيصرف يعني برضو انتهيالي الحتة زي بنلاقي فيها مشاكل كتير في البيوت بعد كده انه انا بصرف على البيت بزيادة او هي مش بتشاركني في مصاريف البيت وبنلاقي مثلا فيه مشاكل كتير انه لا انا بقيت خبية مرتبة عن جوزي طب ليه انا عابد نوصل للطريقة دي طب احنا فيه امانة ما بيننا طب احنا فيه صدق ما بيننا دي محتاجة اتفاق قبل الزواج اه اه دي فيه امانة وفيه وحدانية احنا واحد فاحنا فلوسنا بتتجوز صحيح مش بس فحتى لو هلو المفهوم ده اه فده المفهوم اساسي اه فمهم ان انا اعرف مفهومه عن الفلوس هيكون عامل ازاي اه فدي نقطة طبعا لكن هي ليها طريقة هي ليها طريقة سهلة بالاتفاق بس نكون احنا الاثنين الاول فاهمين انه احنا واحد وان احنا لابد البيت اللي احنا عايشين فيه ده وات نشارك بالمصاريف بتاعته احنا الاثنين وبيبقى ليها طريقة من اتنين يا اما بنتفق ان كل دخلنا يتحط مع بعضي واحنا بالاتفاق بنصرف بنصرف فما فيش حد يعني بيخبي عن التاني حاجة لانه احنا واحد اساسا او فيه ناس تقول لا خلاص انا ليه حساب وهو له حساب سواء عارف اللي عندي وانا عارفة اللي عنده ولكن احنا الاثنين بناخد اجزاء من دخلنا تبقى دي اللي بسموها الدرج المشترك اللي هو بنحط فيه مصاريف البيت بتاعنا لو جينا في يوم عايزين نجيب حاجة مش بتاعت الحالي يومية عايزين نجدد عفش عايزين نشتري تكييف عايزين برضو بنشارك بالنسبة على قد دخلنا فانا لو دخلي نص دخله انا بحط 50% مثلا يعني فهي التنظيم في الحكاية دي هي يبدو لنا انه انتو بتعقدوا الدنيا ليه فيه شروكو في الاخ يبدو كده ان هو امر بيعقد لكن الحقيقة هو بيحمي من ايه بقى من الخناءات على الفلوس بيحمي من الحتة دي لو في ناس ما عنداش مشكلة والدنيا ماشية كده ومن غير تخطيط ومن غير تنظيم اوكي ايه بس مش غريب يعني انه يحصل خناءات بسبب الفلوس اللي هو انتي ما بتشاركيش خالص او انتي ما انا مش هحط انت بس اللي تحط انت بس اللي تصرف على البيت او حد بيخبي دخله عن التاني او حد بيجيب حاجة حتى لو حد من العيال من غير ما ياخد رأي الطرف الاخر عشان انا ده ورث وجالي انا حبيت اجيب عربية للولد طب انا مش وافق انك تجيبي له عربية ولسه 18 سنة لا انا اخدت حاجة منك مش هو ده الموضوع مش هو ده الموضوع وبتبقى جرحة بقى جدا دي وبتبقى جرحة جدا دي فطبعا فيه حاجات كتير بنحتاج نفهمها اثناء الخطوبة هتحمي طبعا ولو حد من الطرفين مؤمن بانه ان احنا ناخد بالعلم والافكار اللي بيديها ونعيش حياتنا بشكل منظم من الاول عشان ما نوصلش لأي اختلاف على الفلوس حلونا الطرف التاني كمان يبقى شايف كده ساعات بعد الجواز بقى لما تقوم مشاكل مثلا تخص الصرف فتيجي زوجها تقوله طب اقولك احنا نعمل سياسة الدرج الواحد انا سألت حد وقالي كده فانا هحط الدخل بتاعي هحط منه كزا وانت كمان هحط كزا ونصرف منه ونشوف فأقوله طيب ما هو مش مقتنع فمش بيعمل ايه بتقولي انا بحطه او بحط ايوه فهمت كده فلازم يكون فيه اتفاق في الحتة دي لازم يكون فيه اتفاق طبعا وتتعدد الطرق لكن مش مش مشكلة مش ما فيش طريقة صحة وطريقة غلط المهم ان احنا نوصل لاتفاق فيه اه بس الحط في الاعتبار طبعا اوه لو اعط اوه لو اعط طبعا لو ده متاح يعني لو اعط هو هيتكفل بي اوه تمام لكن برضو مش عايزين يعني ايه الرجالة تتعامل على انه ده يعني مش بس حق مكتسب يعني اصد اقول يعني اللي هو لا ما فيش حاجة اسمها ما تشتغلش اوه تمام ايوه اوكي هي كل حاجة هتبقى بالاتفاق وهي لما هتقول مش هتشتغل هيبقى عندها اسبابها اللي انتوا هتتكلموا فيها وانت كمان هتوافق عليها بس تفضل هي مسؤوليتك الاساسية وهي بتعين فيها ما فيش مشكلة زي ما البيت مسؤوليتها الاساسية لو انت شاركت في انك تسعيدة في البيت تمام بس هي اللي عليها الادارة بتاعة البيت التوافق الروحي بقى دكتور ايه السئلة المناسبة فيها عشان اقدر افهم فكرة التوافق فكرته الاساسية بس الاول انه يكون انا وهو على نفس المسافة من ربنا بمعنى شكل علاقتنا بربنا واحد فلو انا مثلا حد كنسي جدا وبيحب ان هو يواظب على الليتروجيات وبيحب ان هو يكون له خدمة في الكنيسة مهم ان انا للشخص اللي اختاره يكون شبهي في الحده دي لكن على نفس المسافة بقى من ربنا دي لانه ساعات بيكون الفكر اللي هو ايه هو انا حد يعني انا مش قريب قوي من ربنا بس انا فيه بيني وبين ربنا عمار بس طبعا انا عايزة ارتبط بواحد او انا عايزة ارتبط بواحدة هي بقى ايه واو فعل قطب ربنا قوي عشان هي ايه توصلني لربنا او عشان لما تربي العيال تربيه مرايبين من ربنا فطبعا التجربة اثبتت يعني الدارسين قالوا كده التجربة اثبتت انه اللي هو بيبقى اعلى روحيا او اقرب لربنا يعني بيطفي بعد الجواز يعني بيحصل العكس ما بيحصلش انه لانه العلاقة مع الله ديانا المفروض انا اللي اسعى ان انا انا اميها اساسا لوحدي مش مستني حد يشجعني عشان كده لما بيجي حد يكون انجذبنا لبعض وعجبني وانا عجبا والدنيا الغصيفة قولوا مش عالي الرومانسية دي واخدانا ابتدي الاحظ بقى ان مثلا فيه فروق فلاقي الاحظ انه ملوش علاقة قوي بربنا وبتاع فاقول له طب اشجعك بقى تيجي اصحيك نروح القدس مع بعض يقول لي اوه طبعا صحيني تعالي بقى نتفرج بعد الجواز لا تستمر هذه الامور لان الدافع الاساسي مش موجود ما كان ربنا موجود وللوقت انت محاولتش ليه تقرب منه فمستني ان احنا نصلي مع بعض ونروح القدس مع بعض فهنا بتبقى يعني الارم كده بيرن انه لا خلي يعني اقول للطرف اللي هو اقرب في علاقته بربنا خلي بالك انت هتتأثر لازم بالطرف التاني ما تفتكرش انه لا انا مفيش حاجة تأثر على علاقتي بربنا الجواز مؤثر جدا في كل شيء هو قرار خطير بيغير في شخصياتنا مش بس في علاقتنا بربنا فانت ممكن تحارب الدنيا كلها وتقف قصاد اي اضطهاد بس العيش معك يوميا وهو وفاتر وهو بيشدك بعيد عن ربنا مع الوقت هيأثر عليك وهتبقى نقطة خلاف طول الوقت طول الوقت نقطة خلاف فالحتة الروحية دي برضو مهمة خلينا نبقى حتى لو احنا الاتنين بقعد عن ربنا وربنا احنا نمسك ادنا في ادن بعض وربنا نعرب منه شوية بشوية غير لما يكون حد الجاب جامدة طبعا في كل نقطة التوافق دي زي ما بقولنا في اول كلامنا بس الفرق ما يكونش كبير يعني فيه فرق كده كده لا بد هيكون فيه فرق كده كده وفي الحتة الاجتماعية والحتة المادية لو الزوج هو الاعلى شوية بيبقى سهل يعني منه ما يحصلش يعني مش بيحصل زي النقطة التانية في نهاية حلقتنا بقى حابة تقولي ايه لكل اتنين خاطبين بيسمعونا دلوقتي عن فكرة معرفتهم لبعض اكتر واهمية ده وايه النصائح اللي تحبي تقوليهم الفترة الجاي عشان يعرفوا بعض اكتر طيب عايزين اقولهم انه طبعا مهم او ان احنا نستغل فترة التعرف وفترة الخطوبة بعد كده ان احنا دايق نفهم بعض اكتر ما نخليش الفترات الحلوة في المرحلة دي تخلينا ما نفكرش لما يظهر حاجة تقلق لا لازم استنى ما تحقش على نفسي بسبب وجود المشاعر في الوقت ده فممكن اضحك على نفسي ويقول لا خلاص الموضوع مش كبير قوي والدنيا هتبقى كويسة يمكن من ضمن اهم الحاجات اللي هي بتبقى لازم اتوقف عندها لو مع الوقت ابتديت ابقى مش مبسوط فما قلش بس هي بنت كويسة وهو ولد كويس نتمن من الموضوع وبعد الجواز ربنا يحله لا مش مبسوط ليه يبقى في عقبات او في حاجات محتاجة فحص لو انت مش قادر تقيم الموضوع لوحدك بالتأكيد روح لحد يساعدك متخصص عشان نقيم الخلاف اللي حاصل ده هو يعني ينفع معاه تستمر وتبقى الحياة نجحة بعد كده ولا دي حاجة مش يعني اخرها كده فبالذات علامة ان انا مش فرحان محتاجة ان انا استنى هأجل طب احنا حجزنا الفرح خلاص معلش نأجل في حاجات بتزهر ونكون دايما جاهزين في اللي نديه من دون الحاجات اللي بلاحظها كتير انه تزهر بقى حاجة حقيقي فعلا ما ينفعش نكمل بعدها فلا ما انا بقى لنا قد ايه بنعرف بعض فهكمل عشان نركب تامسي اه قوي تقتل بالعكس لا ما انا لازم اعرف كل حاجة وافهم كل حاجة قبل ما قلبس دبلة فأني ايد في اليمين لا اللي في اليمين لازم يكون جاهزين في اي وقت تزهر حاجة مش هنكمل اه حقيقي فما انطبقش قوانين الجواز على قوانين التعارف والخطوبة دي حاجة ودي حاجة حقيقي نشكر حضرتك جدا نستمتعنا كالعيدة دكتور نشكر دكتور منال موليس المحاضر بمعاهد المشهورة المختلفة نورتنا النهاردة ايجي مرسي خالص شكرا يعني اكتشفنا مع بعض انه معرفتنا لشريك حياتنا وحبنا ليه بيمشوا بالتدرج عرفك اكتر تعرفني اكتر بنقرب مع بعض بيكبر الحب وتكبر ما بين المشاعر فيش مشكلة خالص ان انا اسيطر على مشاعري وفيش مشكلة اسيطر على الحب اللي جوية لو اكتشفت ان في حاجات ممكن تبعيدنا شوية عن بعض وممكن كمان تقفل موضوع الخطوبة لان احنا مش منازمين لبعض حاجة لها تضرني ولا هتضر غيري بالعكس ده هيبقى حاجة ميزة ليه وميزة للاخر انه هيختار حد مناسب ليه اكتر ياريت نفكر في موضوع الخطوبة وتعرف بشكل مختلف ياريت نفكر هنسأل بعض ايه علشان نعرف بعض اكتر علشان احنا في غينة كبيرة او يعني مشاكل كتيرة ممكن تحصل بعد الجواز شكرا لكم وشوفكم الحلقة الجاية في بيت على الصخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة